فها قد اقترب موسم من مواسم الله تبارك وتعالى ودنت أيام من أيامه التي له فيها نفحات وأي نفحات يتجلى فيها لعباده ويغمرهم بفضله ورحمته وكرمه وإحسانه وكيف لا وهم زواره وقاصدوه من كل فج عميق يتوجهون إلى بقعة واحدة هي من أفضل بقاع الأرض تلك الأرض المقدسة بيت الله المسجد الحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى قبلة ومقصدا ومحجة لكل من آمن به واتبع سبيله وسبيل نبيه صلى الله عليه وسلم بل سبيل الأنبياء وعلى رأسهم وأولهم خليل الرحمن إبراهيم وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام هذا الموسم العظيم فيه من الحكم والغايات والمقاصد ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى